بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا للسيدات والسادة المستشارين وطبعة الحالة أنا لازلت لأقول مرة أخرى أوليح مش التدخلات اللي يمكن تقدم كتابة أو الملاحظات أو مقترحات يعني تقدم يقدمها السيدات والسادة المستشارين وأشكر السيد الرئيس على مبادرته يقوم هو يجمعها ويصفتها لنا في رئاسة الحكومة وسنكون يساعدين بمراجعتها طبعة الحالة هذه القضية دي التقائية السياسات العمومية نحن بسطناها شوية قلت عن المستوى المحلي قضية الطريق والمستوصف هذا غير نموذج اندماجية على المستوى المحلي وإننا نتذكر على التقائية السياسات العمومية كسياسات مركزية عمومية ومثل استراتيجية نموذج استراتيجية التي يضرع عليها سيدة والسادة المستوى ولكن يمكن أكد لكم بأن عموم الاستراتيجية التي تم فيها نوع من التقائية لأن نحتاج قطاع ما يوضع استراتيجية بعده جميع القطاعات تشارك معها قطاعات أخرى قريبة في وضع الاستراتيجية ولكن الالتقائية هي علم من قواعد هذا بقي ما ارتقناش له نحتاج فيه إلى تدقيق ولذلك كانت هناك المناظرة الوطنية وهناك دراسة مع الركز المتحدة للتنمية برنامج برنامج المتحدة للتنمية بدأت منذ فترة وغادي تستمر ونحن الآن بصدد وضع المراحل الأخيرة في هذه الدراسة اللي غاية يتمكن من وضع أسس علمية علمية ومرتكزة على الخبرة الدولية فيما يخص التقائية السياسة العمومية لأنها خبرة تتطور بالمناسبة ليست خبرة جامدة بمعنى ذاك شيء اللي عندنا عشر سنين باقي عندنا الآن ذاك شيء اللي عندنا في الالتقائية عشر سنوات على المستوى الدولي اليوم تطور وبعض جوانبه متجاوز وتبرزت أدوات جديدة لتحقيق التقائية السياسة العمومية وانسجام البرامج أثناء التطبيق والتنفيذ ولذلك احنا غادئين فهذا وفق التطور الخبرة الموجودة عالميا هذه النقطة اللولة النقطة الثانية ويتنأكد لكم بأن برامج الحماية الاجتماعية الآن تحضى باهتمام خاص لدراسة خاصة عن طريق جردها وتحليلها وبلور التصور استراتيجي للحماية الاجتماعية لتكون سياسة عمومية مندمجة للحماية الاجتماعية خاصة في شقها المساعدة الاجتماعية فهذا البرامج الآن هذه الدراسة بدأت بدأت وانشاء الله نتمنى تكمل في القريب وغادي نعتمدها لتحقيق الانسجام بين مختلف برامج الحماية الاجتماعية الموجودة بل تحقيق الهدف ديلا حقيقته لأننا لقينا بأنه كين وحد شوية ضيعة نتيجة عدم وجود التقائية حقيقية وحد شوية ضيعة كين كين ناس لكي يتصلوا كي يستفدوا من عدد من البرامج وكين وصار أو ناس محتاجين لما ترصوهم ست البرامج ولكن هذا الشي فيه الدراسة التطوير في الدراسة وكل مرة كنا نكتشفوا الجديد هذا مش معناها السابقين لم يدرسوا درسوا ولكن الأدوات اللي كانت لا تمكن الوصول إلى أبعد مما وصلوا إليه إن الأدوات التقنية حتى يدي الدراسة ديلا تشيرك يتطور إذن هذا نأكد لكم بأن الآن كين عمل عليه إن شاء الله وإلى تكمل هذا الورج أرغادين عنه ولكن أيضاً مخصص منظر الأمور بمنظر أنه ما كينشي التقائية رحت في الخطاب كين ضعف كيدوي على الضعف هناك ضعف التقائية وإلا فجزء من الملتقائية موجود لما فشدرت الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ردرت بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية ماشي فقط الحكومية ولكن أيضاً غير الحكومية فاش تدار هذه القضية العمل ديلاً مناخ الأعمال تطوير مناخ الأعمال ودرت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال مشاركين فيها سجوين مشاركين فيها المؤسسات الحكامة مشاركين فيها الغرف مشاركين فيها المهنية لأبنك وهكذا لزيادة على القطاعات الحكومية وانك لجنة التي تنسق وكتبع لدى رئاسة الحكومة واللجنة الوطنية اللي كتجمع هذه الفرقاء كلهم على أعلى مستوى وكتدير اللقاء ديلاً سنوياً وكتدير تقييم وتصادق على البرامج انطلاقاً من خدمة تدرت بها فرق تقنية بالتنسيق مع جميع الشركاء من قبل وهي التي أدت إلى العمل ليست هذا أعلى درجة من درجات الانتقائية والانسجام وأيضاً استراتيجية السلامة التروقية لصدقنا عليها أخيراً حتى هي نفس الشيء هي كتتم في إطار لجنة وطنية لكتدرج مختلف الشركاء القطاعة الحكومية المعنية من خلال عن طريق يعني من خلال انسجام بين رؤاههم وأفكارهم وأرائهم وحوار وتشارك في وضع هذه الاستراتيجية إذن هناك هذا العمل والنهار بدينا جنديرو اللجان بين وزارية هو واحد آلية من آلية التحقيق الالتقائية في وضع السياسة والبرامج وأيضاً الانسجام في تنفيذها على أرض الواقع وأيضاً الانسجام أثناء عملية التقييم للمراجعة وتحقيق مخطط التسريع الصناعي هو في نهاية المطاف إيشنا هو مخطط التسريع الصناعي هو واحد مخطط هو يحقق واحد جزء من الالتقائية استراتيجية تكوين المهني نفس الشيء التكوين المهني ليس منعزلاً بالعكس تكوين المهني يتطور مع الحاجيات الموجودة ويتفعل مع القطاعات مثلاً نريد أن نأتيه قطاع الطيران أثناء التفاوض مع شركة الطيران باش يجيوا فوراً قبل ما يجيوا راحناك أنديروا التكوين المهني ينطلق باش بمجرد ما يجيوا كيلقاوا لأفواج خرجات مثلاً احنا لما زرنا بين الملال زرنا الأغروبول وهو واحد منطقة للتصنيع الفلاحي أمامه كيتنشئ مركز ديالتكوين المهني قبل ما تبدأ هي مركز تكوين المهني غادي يبدأ الآن غادي با فات السنة قبل ما تبدأ الشركات والمصانع اللي غادي تجيه الاستثمار بعد سنة أو سنتين كتكون الأفواج الأولى كتبدأ تكوين فبالعكس استراتيجية تكوين المهني مندامجة مندامجة على الأقل مع السياسات الصناعية الموجودة والاستراتيجية إما ديال مخطط صناعي أو أيضا ديال مخطط المغرب الأخضر مخططنش نستهنو بما تم لحد الساعة وإنما يجيوش هدو قد سنعت السيارة ما يجيوش المغرب وكون ما كانش عملية استباقية لتكوين التقنيين المتخصصين في مجالات دقيقة جدا خلتهم يجيو كيشوفوا كيعرفوا بأن التكوين كي عندهم الأرقام ديالتكوين ما غادي غمر شي جيو وينقش لأطور التقنية ممكن شي غمر لأن واخا بين القوسين استسمح الإخوان ديال السيجو لأن رأس مال جبان ما غادي جيش ما شيف دا يتشمش واحد عام عامين كي تسنا يمتا غادي جيو الأطور قول للكفاءة قول للتقنيين خصو يجيكون الأمور موجودة أو قريبة توجد فهذا كل شي دخل فهذا المنظومة إذن جزء من التقائي موجود ولكن احنا نطمع ونطمع في مستوى أعلى من الالتقائية لأن لازلنا كنضيع جزء من الجهود جزء من الأموال جزء من الأوقات جزء من الفرص كبير من الفرص نتيجة أن الالتقائية غير كافية هذا هو الهدف من السم وأيضا بغير نعطي مثال هي الاستراتيجية الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين فعلى عكس ما قال أحد السادة المستشارين بالعكس بالعكس هناك تقييم قام به المجلس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ونشر هذا التقييم تحت عنوان التقرير التحليلي سنة 2013 لتقييم للمنظومة التعليم عليها بنابش يدير الرؤية والرؤية هي عليها كيتبنا الآن قانون الإطار ومنه سيأتي جميع الخطط والبرامج لإصلاح منظومة التربية والتكوين غير هذا الشيء يحتاج لوقت لأن التقييم ما كيتمش بين عشية وضحة وقت كافي واستعانة بخبرات ووضع الاستراتيجية تحتاج إلى وقت كافي ما كيتمش بين عشية وضحة لا فلذلك هذا شيء كين كين وفيه الالتقائية أثناء وضع الرؤية لأن المجالس الدستورية نفسها قد تحقق حد معقول من الالتقائية عن طريق مشاركة مختلف المتدخلين في القطاع المعني من جهة والرجوع أيضا إلى خبرات خارج الناس تقرير مجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وأيضا الرؤية لذلك ستتمكن أولا من تقلو من إصلاح التعليم إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي هذه أيضا فيه التقائي جزء من الالتقائية ثانيا إلى إحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين بمرسوم سنة 2016 تضم 18 قطع حكومي وتكلفت بتتبع تنزيل الرؤية الاستراتيجية وهذه من آليات تبقى هذه الالتقائية في التنفيذ وفي التقييم إذن هناك واحد الحد مشترك من الالتقائية موجود صحيح نبغينا نطوره أكثر وكان نقول هذا شيء لكي ما كفيش نحن نبغينا نزيده إن شاء الله وهذا هو الأمل دي لنا لأننا عندنا أمل وما خصنا صحيح أن هناك نقص ولكن هناك الإرادة القوية كين العزيمة كين التعاون كين الرؤية الوفقية الرؤية الوطنية والأفق الوطني والحص الوطني اللي كيدفع على البلد إن شاء الله قد نحقق هذا شيء الحكومة عازمونا على تحقيقه ومن بين الآليات اللي قدررنا بس نحققوا هاد شيء وبش نضمنوا هاد الالتقائية في وضع السياسة العمومية الإنسجام في التنفيذ هو تقوية رئاسة الحكومة تقويتها عن طريق وجود بنيات حقيقية تستطيع تتبع هذه البرامج والرجوع إليها ولذلك هناك رئاسة حكومة بصلاحية الدستورية الكاملة التي نحن ونحرصون وغادي نحرصوا إن شاء الله على بشتراسة الحكومة تقوم بها كاملة وبطبيعة الحال القطاعات الحكومية مطلوب منها أيضا أن تندرج ضمن هاد الاستراتيجيات اللي كتحقق الالتقائية والنظرة الواحدة والآليات كما شرحناها إن شاء الله سنعملوا على التطبيقية وتلفية في أرض الواقع شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته